بعد رحلة اجتياز المحيط الهند تجزيفاً وبعد مغامرة استمرت حوالي الشهرين وصل مكسيم شعيا صباح يوم الأربعة للبنان حامل معه إنجاز جديد وأقيم لشعيا استقبال حاشة بقاعة الشرف بالمطار شارك فيه فعاليات سياسية وثقافية بالإضافة لأهله وعدد من الأصدقاء وتم تسليم شعيا درع تأديره لإنجازاته دايماً الرجع على البلد وعلى العيلة وعلى البيت رائعة جداً مخصوصة المواحدة حقيق الإنزاز لما ابتدت بهالرحلة هايدي أبداً أبداً ما كنتم تصور أنه بهالقوة فينا نحقق الهدف 57 يوم و14 ساعة هي المدة اللي قضاها مكسيم بالمحيط الهندي ليسطر اسم لبنان من جديد بلائحة الإنجازات العالمية بالإضافة إلى أن الرقم سيدون قريباً بكتاب جينيس للأرقام الإياسية ما في شي هايين ما في شي مستحيل إذا واحد تحضر وحاول يتسلق أفريست بيروح بحقق الهدف وبيرجع بخير وسلامة وإذا واحد ما تحضر وجرب يعمل شي بسيط مطلق طعاً الطريق إذا ما تطلع شمال يمين بركة هرسوا السيارة كل ما علّى الهدف كل ما بده يسهر لليل أكتر ويتحضر أكتر طيح حققه 6500 كيلومتر هي المسافة اللي قطع مكسيم برحلته واليوم لبنان 10452 كيلومتر مربع عم يفتخر ببطل ومغامر لبناني آمن إنه إذا كان هدفك القمة فالباقي تفاصيل اشتركوا في القناة